إنها حقا رحلة إلى الذاكرة تأخذك في جولة داخل مكان مليء بالمقتنايات القديمة العديد من المقتنايات في متحف جسم الشطي الخاص بالكويت عفى عليها الزمن ولكن بالنسبة له لا تزال لها قيمة كبيرة فقد أمضى وقتا طويلا في جمعها وتحويل منزله في حي مبارك الكبير إلى متحف خاص حاولت كثر ما أقدر أن أجمع المقتنايات الكويتية القديمة وتشمل جميع المستلزمات لبيت القديم بالإضافة إلى كل شيء قديم يستخدم في الكويت من كتب من مجلات من أواني من أجهزة طبعا ما هي صناعة كويتية إنها مكانت تستخدم في الكويت بدأ الشطي هوايته عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت عندما كان العديد من الشركات والأسر تتخلص من أثاثها القديم ثم انتقل في عام 1997 إلى منزل أكبر وبدأ في جمع مزيد من المقتنايات وبحجم أكبر وفتح المكان في النهاية للزائرين عام 2015 ينقسم المتحف إلى ثلاثة أقسام يتمحور أحدها حول مكتبة تضم كتبا ومجلات وصحفا وصورا فوتوغرافية قديمة والقسم الثاني عبارة عن أجهزة وأوان قديمة والثالث نموزج لمنزل كويتي قديم ويقول زوار المتحف أنهم يشعرون بالراحة عندما يأتون إلى هذا المكان لأنه يذكرهم بالمنزل في زمن البساطة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة